حبابكم حبابكم كلكم. نحن في البداية كده نترحم نصى الله سبحانه وتعالى انه يرحم السيد الصادق المهدي. نصى الله له الرحمة ونصى الله له المغفرة. ونصى الله سبحانه وتعالى انه يجعله من اصحاب اليمين يعني. نصى الله سبحانه وتعالى. انه ينزل منازل النبيين والصديقين والشهداء. ونصى الله سبحانه وتعالى انه ربنا ان كان محسن يزيد في احسانه وان كان مسي يتجاوز عن سيئاته. ونصى الله سبحانه وتعالى انه يجعل القبر روضة من رياض الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى. فاجعة في البلد. وحقيقة لانها هي زي ما بقوله ان المصائب لا تأتي فرادة يعني. الايام الفاتت دي الناس فقدوا عدد من الناس. بما فيهم شيخ نورين ربنا يرحمه وتقبله. وفقدوا عدد 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 من الناس يعني. لكن كل زول عنده خانته. يعني كل زول ما انتجي تكلم عن الموت. الموت هو حق يعني. كل نفس كل نفس زيقت الموت يعني. كلنا ميتين يعني. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك ميت وانهم ميتون يعني كلنا ميتين يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مسلي ومسألة الدنيا كراكب نستظل تحت الشجرة ثم راحة تركها. يعني هي رحلة عابرة. كلنا بنجي في الدنيا دي. رحلة عابرة لكن هي محطة بتاعت تزود. الدنيا دي محطة بتاعت وغود كبيرة كده. لكن ما فيها الصف. يكون ما فيها صف بنفس الصف ده. بغض يكون ما فيها وزير مالية. ما فيها وزير طاقة. ما فيها وزير دين. ما فيها. لكن محطة. الدنيا دي محطة. الزول بتزود منها. كل زول بتزود منها حسب ايمانه والتقوى وقربه الى الله سبحانه وتعالى. والزول الآمن او الزول البقة همه الاخرة بتزود منها اكتر وبعد ذلك بيطلع منها. يعني الرسول سبحانه سلام قال يعني شوف الحديث. قال مسهلي ومسهل الدنيا كراكب استظلة تحت شيرة. اخذ له فيها قيالة كده ومشى. هكذا هي حالة الدنيا. يمشي الصادق نمشي كلنا. وحتى الناس لطلعوا شمتانين في وفاة الامام. انا سبحان الله والله اخواننا. انا واه قادر اتخيل. لانه طبعا دماء من كرائم ولا من ولا من ولا من اصول الشعب السوداني ولا من اخلاقنا ولا من اي حاجة. الناس اطلعوا شمتانين وينبزوا ويسبوا والناس الفرحانين يعني. في ملة كده هذه الملة اصلا هي مبتطة الصلة. لا تمت للشعب السوداني. لا في قيمه ولا في اخلاقه. هذه ملة على غفلة. على حين غفلة من من امر الشعب. وجدت نفسها في مكان صنع القرار. الناس اطلعوا شمتانين الليلة. انا دار اقول لكم الصادق مات وانا بموتوا. كلكم بتموتوا. كلكم بتموتوا يعني. حتى الناس الهسي قادين يقول والله الصادق مات وما الصادق مات والشمتانين في الموت. والما فرقوا بين الخلافة السياسي. انا لقيت في ناس بيتكلموا انه والله في ناس يعني على سبيل المثال لقيت في ناس بيتكلموا عن مجزرة الضيان انت علاقتك ومجزرة الضيان شانا. الناس الناس يتكلموا وقالوا دارين يسبوا انه والله الصادق المات اذا. الى جهنم. في ناس طوالي وده جهنم وفي ناس ما بعرف اه نصبوا المشاء المساء. من هو قال لك الصادق ماشي جهنم. انت ماشي وين? انت ماشي انت ماشي الجنة? انت انت الان لقاعد تسوف السيدة الصادقة المهدي ولا بيسوف الاموات? انت ماشي الجنة? يعني انت ضمنت انك ماشي الجنة وضمنت ان السيدة الصادقة المهدي ماشي لنا? هي الجنة دي يا اخي يا اخي الرسول سعلى سلم. الرسول سعلى سلم. مش ربنا قال له غفر الله ربنا غفر له ما تقدم من زنبه وما تأخر. الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة قال له حتى انت يا رسول الله. قال حتى الا ان يتغمدني الله برحمته. الا ان يتغمدني الله برحمته. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ده لا صادق ولا غير ولا جن ولا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ده افضل خلق الله سبحانه وتعالى. تواضعا وخلقا وامانا. قال الا ان يتغمدني الله برحمته بعد ذلك بخش الجنة. لكن ما في زلبي خشجنا لانه والله عمل كثير ولا سوى ولا عمل ولا عمل ولا عمل. طبعا هذي وسائل والطرق. لكن في النهاية في النهاية الناس الهس قاعدين يشمتوا في موت السيد والصادق المهدي ذيل. على الاقل الصادق ده بكرة بلقى ملايين الدعوات من الشعب يدعو له. لكن انا يمكن انتو ما تلقوا يدعو عليكم. لانه لانه انتو ما بتجبهوا ما بتجبهوا السودان ولا بتجبهوا في اخلاقه. واحد طالع قال لك والله الصادق مجزرة الدعين. حبوبتك ماتت في مجزرة الدعين. ولا انت كتلوق في مجزرة الدعين. مجزرة الدعين دي الناس اللي يعرفها تمت بين قبيلتين اللي هي الماتوا فيها الجنوبين يعني بالتحديد. الان الجنوبين ينفصلوا ومشاعة ولولون دولة. الكلام ده مش انا ضده يعني. او ضد العدالة او لانه الناس دعين يتكلمون فيه. ايدي قضية ويجب انه تشرع ابواب العدالة ونشوف العدالة فيها. حتى السيد الصادق المعدي. وهو في قبره ربنا يرحمه. اذا ازنب يحاكمه وهو في قبره. يحاكم باعتبار انها محاكمة بتترك الاسر الطيب في نفس الناس المظلومين. لكن تلقى في واحد هما يعرف ذاته الحاصل في الدعين. يقول لك والله ازول الله يا اخي. يا اخي نحنا 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 نترفع متين. واحد تاني بهناك طلع صورة المرغني. قال للمرغني عبالك. يمكن انت تموت قبل المرغني ذاتك. انت المدريك ان انت تموت قبل المرغني منه? هو اتو قال لكم البكتول اتو قال لكم الزول بيموت لانه هو كبير في السن ولا بكتلك المرض? هو بكتل المرض? ولا بكتلك السن ولا بتكتلك الكارونا ولا بكتلك شنو? بكتلك يومك. وما كان لنفسنا ان تموت الا بازن الله كتابا معجل. ازا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون. وكت ربنا يقول لك كن فكون خلاص. ربنا يقول خلاص روحك دي تطلع الان. ولو بيجيت فت ولو بيجيت عمرك عشرة سنة ولو بيجيت عمرك خمسة سنة ولو بيجيت عمرك خمسين سنة ولا ثمانين سنة. الناس اللي بيستهزئوا بالموت. طلع صورة المرغني يقال ربنا يشي المرغني. والناس اللي بدوا برضو يتكلم عن صدق يوسف ربنا يشي صدق يوسف. نختلف معاهم في الفكر نختلف معاهم في اي حية. لكن نحنا في قيم عندنا نحنا كسودانيين نحنا كسودانيين يتربينا عليها. ميتمعنا دا تربي على قيم. يتربينا علي 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 مبادئ يتربينا. ده الشي الميزنا نحنا. نحنا من نقول السودانيين اللي انا من تقول انت سوداني وتمشي تطلع في الخليج دا. الخليج دا الهس الان السودانيين السيرة الطيبة العملوها. وهس اجاد خربتها اجيال. الناس عملوا السيرة دي باشنو? السودانيين دا في الخليج مش عملوا سيرة بشهادات ولا عملها لانه هم عرب ولا لانه عملها لانه قدموا رسالة خلقية جدا. قدموا نموذج في الاخلاق. قدموا نموذج في الصغار. قدموا نموذج في التعامل. ترفعنا الصغير. نحنا الليلة امه الناس زل مكلم لك زل طالح تقول ليه انا دار احتفل عشان انت عنده خلاف سياسي مع الصيدة الصادقة المهدي? ولا انت عنده خلاف مع الترابي? ولا عنده خلاف مع نقد? ولا عنده خلاف مع منو? ولا عنده خلاف؟ الناس الطالين اشمت في الصادق? ممكن انت امك تموت وانت ذاتك ممكن تموت. وانت كلكم ممكن تموتوا. لكن ده مصيبة نحنا وقعنا فيها. ده ما بيشبهنا نحنا. ده ما جزء من اخلاقنا ولا جزء من قيام الشعب السوداني ولا بمسل اصالتنا نحنا. دي اشياء دخيلة علينا. الان دارين يفرضوها علينا. لانه في ناس جايين عندهم مشكلة بتاع. الليلة في ناس? الليلة في ناس. هسي في ناس. بما فيها الحكومة? بما فيها الحكومة مبارح لما توفى السيدة الصادقة المهدي والدولة تعرف انه السيدة الصادقة المهدي توفى قبرة تمانية واربعين ساعة بالنسبة. السيدة الصادقة المهدي من طلع البيان بتاع اسرته. وتكلمت انه والله الامام في حالة حرجة ويحتاج الى دعوات الناس. وقتها الامام سحبت منه الاجزاء. وقتها خلاص يعني. اصلا كان ميد. لكن كان في امل برضو لسا الناس بياملوا باعتبار انه والله في امل كذا. لكن اصلا الدولة كلها تعلم انه السيدة الصادقة المهدي توفى قبل ليلة البارحة. كلها توفى. والصيدة الصادقة المهدي ده مازوى العادي. يعني الليلة لو الليلة لو مازوى العادي ما عليك ده كان رئيس وزراء السودان طبعا. انا بزار اذكر الشوعين. هذا ليس دفاعا عن الصادقة. ما دفاعا. كل الناس بيعرفوا مواقفنا معاه وبيعرفوا نظارنا معاه وبيعرفوا ده كله في حاجة. لكن احنا بنتكلم في. عشان انا اجي اوريك الدولة ذاتها قاعدة تعمل في شنو. وشوف الناس زيال وصلوا مرحلة لين في القيم والاخلاق. الصادق ده كان رئيس وزراء السودان. كان رئيس وزراء السودان. يعني الصادق ده بكرة مفروض تتعمل له جنازة رسمية. جنازة رسمية. عديل بتاع الدولة التدقة فيها المزيجة وكده. ده عرفي ما عمول. لكن ما عارف هيعمله ده او انه ما يعمله. مع انه هما بيكلموك على الديمقراطية وانه والله يدي الديمقراطية وكده. لكن هما مبدور الديمقراطية. ليه? لانه صادق المهدي دبな النسبة اليوم بوعبو. الشوعين. طلعوا بيانه وللينا بعد الساعة التاسعة صباحا. والصيد والصادق المهدي توفي منه وامبارح. يعني بعد اربع وعشرين ساعة. بعد اربع وعشرين ساعة. والصيد الصادق المهدي شريك في قحت. شريك في الحكومة. ولولا الصادق اللي ما كانت قحت. طلعوا بيانهم بعد. والحكومة سكتت. سبت لomyBER انا والله كنت بتابع دار اشوف الاخبار. فتح التلفزيون في اغاني شغالة في التلفزيون. الاغاني شغالة في التلفزيون. ده رئيس وزراء السود ده اسمه تختلف تتفق معه في البرتوكول. اللي لا امشي كل الدول اللي. مشي كل الدول اللي. هس امريكا دي بكرة كام. مش بات بوش كابلي فوستر الاب. عمله له جنازة رسمية وجهة الدول. لانه ده البرتوكول كده. انت ما بمثل هو شخصه. الزول ده هو بمثل هو بمثل هو بمثل بمثل رمزية الدولة. وفي يوم من الايام كان رئيس الوزر وكان وزير الدفاع. لما استغال وزير الدفاع عظيم فاروق ما ما بعرف والله وزير الدفاع. بتاعه استغال هو استلم وزارة الدفاع وكان في نفس الوقت ما بعرف وزير الدفاع عظيم ووزير الخارجية والرئيس مجلس الوزر عظيم. يعني رجل كان يعني يوصل في الدولة. فيستحق ان تجي تعمله تجي تعمله جنازة رسمية. لانه ده مش عشانه. ما ما عشانه. لانه نحنا لا الام اني سأل ذاته السيدة الصادقة المهدي الودة الامارات شو? طبعا نحن في كلام انا ودع رقول بحس. انا في كلام حول مشهة السيد ومن اول يوم لما من الصادق شالوه بالطيارة وودوه الامارات في اول لايف طلعت قدت نحن نحترم حرمة المرض. وقلت السيدة الصادقة المهدي الام ممكن تحت اي لحظة. ممكن يجي راجع وممكن ينتقل عشان ما ما نجرح مشاعر اهله. وعشان ما نتجاوز القيم والاعراف حقتنا قلنا ما نتكلم عنه. لكن الودة الصادقة المهدي الامارات ذاته شنو? ودانه هس ما هتكلم عنه. لحد ما نخلي ايام الحداد دي تمشي. لكن هجي هتكلم عنه انا. ليه صادقة المهدي مش الامارات? لانه بيت الليلة طلعت قبل شوية طلعت اه طلعت بيان او طلعت كلام في قناة العربية بتقول انه والدة توفى بمركز العزل بمدينة الشيخ خليفة الطبية. وقالت انه بكرة الدفن سيكون الساعة التاسعة صباحا بقبة الامارات الهادي في حوش الخليفة. حسب حسب ما هم يعني انا كنت افتكرتها يمكن يرجو صلاة الجمعة لكن قالوا الدفن لانه الجسمان بيجي الصباح بدري. فهيدفنوه الساعة تسعة صباحا في في القبة في القبة بتاعة الامام الهادي حيس يرقد جده ويرقد ابوه المهم القبة هناك بتاعة فاش خليفة دي يعني. النبي يرقد فيها والد عليه رحمة الله. فهيدفن بكرة بكرة هناك. لكن مشيت زاته. مشيت زاته. ومشيت الصيدة الصادقة المهدي في الظرف ده. ويحمد للصيدة الصادقة المهدي الناس ام يتكلم. انه اخر كلامه يتكلم انه ضده طبيع. دي زاته ما خلاص. انت حسن الخاتي ما ديشنا. حسن الخاتي ما شنيه. ما خلاص يعني. نحن نشهد له انه هو ماشي. ماشي. ولا الليلة هسي الناس بنبض الصادقة المهدي. لا الليلة. اي مدمر الاقتصاد. ما عمل ما سوى. ما قدمه مشروع. ما عمله تنمية في البلد. ده ما بتحمله براون. اذا انت دار تحمله براون. انت بتوقع زول. ده بتحملهم ولكن بتحمل التابعيات الاكبر لها المجتمع. المجتمع التحيتن. على مستوى احزابن وعلى مستوى الدولة. اذا كان فيه مجتمع واعي وكان كان ساعد في نهضة البلد وكده. اي هم ساهموا في الخراب ده كله. ما اصلا ما معفين. وكنا عشمنا فيهن انه لاخر لحظة في تاريخ قبل حياته لانه يددم مشروع وطني. يحتكم لصوت العقل. ولانه هو صوت عقل. الصيد والصادق المهدي صوت عقل. الرجل صوت عقل. لولا الصادق المهدي دي الليلة السورة دي كان ممكن تكون مرقة زمانك خرجت عن مسار السلمية حقتها. والله اقولها لكم. لو لا الصيد والصادق المهدي ولولا نحنا قاعدنا اقول حكمة الصادق ليه? وهما عارفين هسا القاحات القاعدين دي العارفين الكلام. عارفين انه كما ربي بيصالوا مرحلة بتاعت خشونا انه ده مع العساكر ديال بيصالوا لمرحلة بتاعت مفاصلة دارين يندرش فيها. الامام بيدخل. ولانه الامام رجل عنده كلمته. اختلفنا اتفقنا رجل يظل حكيم من حكماء البلد. رجل يظل علم من علماء البلد. رجل يظل رمزي من رموز البلد. رجل يظل ليه وما كانت في البلد. هسي الحكومة دي. هسي الحكومة القاعدة دي. لولا لولا الصادق المهدي. هما بيتريقوا عليه الشويعين. لكن هما عارفين الكلام ده. عارفين انه صادق ده في كتير جدا من المخاشنات والملاسنات ووصلت مرحلة بتاع الطرق مسدودة. كانوا دائما يلجوا للصيد الصادق المهدي في انه يوقف الاحتكاق ده. حفظ. انه نحنا نحميده ليه. نحنا نحميده ليه. نحميده ليه. انه حفظ دماء الناس. واحد من الناس اللي خلوا التغيير ده يكون تغيير شيليس انه لا يكون دماء. لانه في ناس دارين يحشقوا الدماء. في ناس بعشقوا الدماء. وفي ناس دارين الدماء تسيل. لكن واحد من الناس الوقفه لان الصادق المهدي ده كأن من تكون في حاجة يتصل للامير ده همادي ده. يقول له الإمام دايرك. ما كان بكسر خاطره. بمشي بس. يتصل بالك ويقول له برهان دايرك. ده نحنا منشهد له. اذكروا محاسنة موتاكم. السيدة الصادقة المهدي ذا حصل انه الدعم السريع والجيش كانوا ماشيين للصبام. الرجل الفضل الاشتباك والسيدة الصادقة المهدي. العسكر ماشيين كانوا الاشتباك ما عقحت انه تحصل فضلت على الشراكة والناس كان ممكن يمشي تسيل مزيد من الدماء في الشارع. لكن السيدة الصادقة المهدي ظل يقول مقولته المشهورة حتى لقي الله ربه. الفشغ بنته خرب مدينته. دي واحدة المقولات المشهورة للصيدة الصادقة المهدي. وكان يردد في الايام الاخيرة. هو الانقاذ انقلبت عليه. وشالت منه الحكم. هس الناس اللي بتباكوا على الديمقراطية دي. انتوا ما احرص على الديمقراطية. لانه لو احرص على الديمقراطية الصادقة المهدي مات بالليل. وما طلعت بيان. وسكدت ما طلعت بيان. ليه? ليه ما طلعت بيان? لحد ما اشتدت اشتدت الوطأ في الاعلام وبدوا الناس يتكلموا انه والله الحكومة غابت. دي الحزب الشواعي على حياء ساعة اتنين ساعة تسعة صباحا. الحزب الشواعي ده مش الكتل اسبعيل الاسهري زعيم الاستغلال. ما هو الحزب الشواعي ده ذاته. لما انقامت مايو في اوجي مجدها في اوجي مجدها يوم سبعة عشرين اغسطس تسعة وستين مات الزعيم الاسهري في سجين كوبر. ويقال انه منعوا الصلاة عليه. وطلعت الاعلام بتاعهم يقول ننعى اليكم المعلم بالمدارس الاعدادية ولا المدارس المدارس المرحلة الوسطى ولا شنو. المعلم اسماعيل الاسهري شوعين عشان تعرف انه الناس حاغدين كيف. كان رئيس وزراء السودان والزول اتجاب الاستغلال والرئيس وزراء الاستغلال قالوا ننعى لكم الاستاذ اسماعيل الاسهري. سكتوا الليل كله. والليل الحصح الشنو؟ عشان أنا دار اوريكم بص دار اوصيكم لك اضبكم لا. ما شرط اكون حزبهم wood انا ازواج السودانية ليشح لي اكون حزبهم؟ ليه لي اكون حزبهم؟ انا زواج السودانية والبلد يعمى بتهمني مصلحة البلد بتهمني امن البلد. بيهمني انو البلد يكونوا فيه اوتاد البرعة مش تكلم عن اوتاد نحن السودان عنده اوتاد صادق المهدي ده واحد من اوتاد البلد. رضينا اختلفنا اتفقنا حوله واحد من اوتاد البلد. رجل حكيم بتحتاج لحكمته. هاي خزلك في كتير من المواقف. خزلك في السورة وقال بوخة وصحب خيمته. ده كله عارف انه خزلك في المواقف دي. لكن عنده مواقف اخرى. عنده مواقف اخرى. عنده مواقف اخرى الرجل تحسب له. عنده مواقف لو جيت رجعت عشان تراجع هادي المواقف عنده مواقف اخرى. الشوعين اتوفى صادق طلع. الحكومة ذاتها. الحكومة. مش الحكومة بتاعاتكم دي ما طلعت ليه هسيا. ليه هسيا هما قالوا شنو? حمادوك في التغريدة حقته قال شنو? حمادوك جا في التغريدة قال نحنا نعلن. قال الدولة اعلنت الحداد ثلاثة يوم وما بعرف اعتباره من الليلة الخميس. اصلا بكرة الجمعة بعد بكرة السبت. الحداد اللي اعلنه ده. انت مش اعلنت حداد في الدولة. الحداد في الدولة ده مش عنده واجبات. مش عنده مش عنده حاجات تترتب عليه. يتكلم عن الحداد وتنكيس العالم. ما في علم واحد في البلد يتنكز. ما في. بكرة الجمعة اصلا ما فيه. مفروض. هو كان مبارح بالليل. يطلع يطلع يعلن الحداد ويوم الخميسة الليلة ما في زول يمشي الشغل. الليلة الخميسة الناس داوموا في الشغل. ورئيس الوزراء قصد كده. وما طلع. طلع في التغريدة حقها. طلع في في الفيسبوك. في الفيسبوك حقه. يعني لو طلع بيان رسمي باسم الدولة ولا يتكلم ولا يتكلم بالواقع. طلع في الفيسبوك الليلة بعد بعد ما فكت منه السكران. لانه مبارح كان سكران. واصلا الحكومة دي الحكومة دي اصلا دار منها خبر ما ترجعه قبل الساعة قبل ما انتصف الظاهرة. ازا بيجيت متأمل شديد في انه الحكومة دي توريك الحاصل مبارح بالليل تنتظير بعد الساعة. يعني لو ما مشيت كده احنا منتصف الظاهرة عندنا دائما بنقول من الساعة اتناشر. احنا عندنا هنا من الساعة اتناشر ظهر. فانت لما انتقول منتصف الظاهرة عندك الظهر في السودان. شفت? الظهر في السودان. منتصف الظاهرة. الحكومة دي اصلا ما ترجع منا حاجة لانه مكونوا سكرانين. رئيس الوزراء سكران. طلع قال نحنا في حداد. الحداد ده خلاص. لانه هو طلع الليلة التغريدة طلع بعد الساعة. بعد حداشر ولا صاعة اتناشر ما ما عارف طلع التغريدة حقته. يوم الخميسة الناس اصلا قاعدين في الدوام. لكن الجمعة ما في دوام. قال بيحصل شنو? مش قلتوا تنكيس العلم. هسي هسي انا بيتكلم معكم. هسي انا بيتكلم معكم. ما في علم واحد نكس. ولا علم. ولا علم. هسي انا بيتكلم. هسي الليلة هسي بتكلم معكم. الزونة القريب من وزارة الدفاع. علم وزارة الدفاع يرفرف. تجي تمشي الوزارات كلها تمشيها بشارع النيل وتمشيها بشارع الجامعة. وزارة المالية وزارة الخاريية وزارة الحكم الاتحادي كويس. رئاسة مجلس الوزراء فيها سبع علام. السارية بتاعت رئاسة مجلس الوزراء دي فيها سبع علام. السبع علام هسي بترفرف. تمشي قاعة الصلاقة لانها تبع مجلس رئاسة الوزراء. العالم فيها قاعد يرفرف. كل الوزارات. الوزارة الوحيدة اللي ما فيها عالم برفري فهس انا بتكلم معك. هي وزارة التربية والتعليم. ليه? لان اصلا ما فيها عالم. الوزارة الوحيدة الهس ايه زلجعتشو خرطوم. هس بيسمع كلامي ده اللي يمشي يشوف. مش قلته تنكيس العلام? ما في عالم واحد نكس. عشان يوريك انه كلام ده كله كلام. نما نحسوا انه في الضغط في الاعلام. حسوا انه في الضغط في الميديا. نما نحسوا انه في تجيء الناس الان بدت ما ناس عايشين هم كده عايشين كده على على الغبن وعايشين على الحفظ وعايشين على الكره. ده ما الصادق الماجي ده. هم طبعا ميحتبروه اسلامي. انا ما نمشي بهور الباب بيقولو كوس. لكن ما نيجو في وجه المرة ما بقولو. لكن ما بيقدروا يقولو كلام ده. الان انت بتكلم عن تنكيس العلام صح? ليه ما نكسوا العلام? ما هو الحداد ده انك تنكيس العلام. يعني العلام بدل يكون مرفرف كده بتنزل. الان كل الاعلامة السراية القاعدة في رئاسة مجلس الوزراء بترفرف. الاعلامة القاعدة في القصرة الجمهوري بترفرف. الاعلامة القاعدة في وزارة الدفاع بترفرف. هس بتكلم معكم. هس انا بتكلم معكم. اي زول? اي زول? اي زول الان ما يتكلم? عشان اوريك انه الزول? عشان اوريك انه كذب. عشان ما تكذبوا على الناس يعني. عشان ما تغشوا الناس وتخوموا الناس انه والله. لما نجيته لجيته والله انه الميديا الناس بده يتفاعله طلع رئيس الوزراء طلع له كلام كده ما عنده معنا ولا سوه. السيدة الصادغة المهجدة ولا علي كيف كن? حكومتكم كلها بيسارينكم بيش ويحينكم. يتواجدوا تتكلم عن الديمقراطية ماذا يكون كالديمقراطية? ايتو مش قاعدين تقول والله الديمقراطية وسيادة حكم الشعب وجاءة السورة اللي تعود الديمقراطية للبلد ده صاحب الديمقراطية. كان في زول اصلا عنده ديمقراطية في البلد دي. ومفروض تكرموديمقراطية? هو السيدة الصادقة المهجدة. هو ده السيدة الصادقة المهجدة. كويس? هده الصادقة المهجدة. ده صاحب الديمقراطية. زول الوحيد الجا في انتخاب الستة تمانين كان هنا اول بعد يوجد لمارغانين ما عندنجي الاسلاميين دي. لو جينا نتكلم بموازينة ديمقراطية. لكن لانه كده كلام هرى ساكت. هرى لا عنده معنى ولا 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 هم جايبين خبر للبلد وفي ناس بتمنوا طبعا. ومزاعة الشوعيين وهس الحاغضين هتمنوا ليه? ليه بتمنوا وفاة الصق. بيتمنوا لان دارنا البلد تولع. ما دارنا لاحكمة. ما دارين صوت الحكمة مقاردين في البلد. ما دارين صوت الحكمة يعلو في البلد. والله واحدة من الاشياء مضحكة الكده. امشيه. امشي الكده. امشي القصرة الجمهوري. امشيه. كده الشوف الاعلام القاعد في الرئاسة الوزراء. عالم واحد في سجر الجديدين ما. حتى الاعلام XP ينكي سوادي. عشان ما دارت وريقة الدولة دي منتيحة. كده بكر اي زول البيقي ماري برئاسة مجلس الوزراء. جيت ماري بوزارة الخارجية. جيت ماري بتي محل. محيوة القصرة الجمهورية. الاAME القاعد ت observeها في القصرة الجمهورية. المفروض ينكي سوادي. الاب ينكي سوادي. الاعلام دي الاعلام دير المييزة حقاتها. بيتميز علامة السودان شن؟ أي العلم اللي بتشدلي helmet reply era? انا متكلم عن العلم اللي بتخطو بمسل الدولة في القصرة الجمهورى. واحد فيو ما فيو قصرة الجديدية اما. اللهم الا العلم البرافرف في وزارة الدفاع داك فيو قصرة الجديدية. لونه ديلك عساكر وهم عارفين البلد بتدار كيف? وعليون انه البلد اللي يديرها كيف. العلم الوحيدة اللي فيوه. كل الاعلامة التانية. القعد في القصرة جمهورى. القعد في رئاسة مجلس الوزراء القعدة في الوزارات القعدة في واحد فيها حتى علم حتى علم حتى علم 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 يعني حتى سقرت جديان عشان تجيبه تقول ده رمزي تخده في الدولة في العلم عشان يرفرك ما فيه لانه ده كله كذب لانه هما هما ما بيتهمهم اذا الليلة انت زوج شريكك في الحكم اذا انت شريكك في الحكم اللي هو علم السياد يعني يوب مسي سيادة البلد يا انت لو انت يعي تقول علم السودان العلم السياد ايت دا لفيه قصر السقرة جديان دا داه هلا علم المسيل البلد دا العلم السياد بتاع الدولة الا Av бокات اللى بتستغبى البلد حتى نما نجوك الضيوف في المراسم في الاحتفالات في غير العلم بيكون فيه السقرة بتاع الجديان دا Erm caso لالبلد بيمسيل الدولة هم لا يعرفون لانه الناس قاعدين ساكت والله والله دولة قاعدة ساكت يا خواني. الناس حكومة ذاته. وحمدوك ذاته ما عرف انه صادق مات الا الا الليلة الصباح. يعني يعني البشيرة القاعد في كوبر طلع بيان قبل الحكومة? ما عيب منكم? ما عيب منكم انه البشيرة القاعد في كوبر. المسجون قاعد في كوبر. يطلع بيان بتاع نعي للصيدة الصادقة المهدي قبلكم? وينه بيان الحكومة? انا دار بيان الحكومة. وين بيان الحكومة? انا دار بيان الحكومة طلع بيسم رئاسة الحكومة ولا طلع بانه ينعى الصيدة. مش التغريدة في الفيسبوك. اللي بيتكلم فيها انه والله ده الحداد. وين الناع اللي بيطلع وفيه الايات القرآنية وفيه الترحم وفيه ذكر محاسنة. وين? وين الكلام? ليه ما طلع? ده كله ما طلع. ليه? لانه ده حق. شو عند الناس حاغدين? وناس ما بيفهموا. والناس الان بيسخروا. انتم ما عارفين البلد دي الان ما شوين? انتم ما عارفين المرحلة الان نحن فيها. السودان لانه ما يهمهم. الناس اللي ما عنده انهم? لانه الناس ما عنده انهم يا اخوانا. الناس الهيس بيفتكروا انه والله موت الصادق ده موت الزول العابر. الصادق موته ما موت الزول العابر يا اخوانا. ما نحن الليلة البلد دي الليلة لو فيها ناس حكم. البلد دي لو كان فيها عقل بتاع الصور. السورة دي بعد ما انتصرت. لو على فيها صوت العقل. نحن قاعد نقول صوت العقل ليه? لو الناس لو كان في صوت عقل ادار البلد دي وادار الفترة الانتقالية بصورة عقلانية. غلب مصلحة مصلحة الوطن وغلب مصلحة الشعب على مصلحته الحزبية وعلى مصالحه السياسية. نحن كان الثورة دي عبرت. الثورة دي كان عبرت. كان مشت. لكن الثورة دي ما عبرت ليه? لانه ما في زول غلب مصلحته. ما في زول خطة مصلحة البلد. الناس ما نشو في قضية التطبيع ما التطبيع? ما لانه كانت ليه مصلحة البلد. قلنا تعالوا جيبوا الملف دي شتغلوب يا صورة طيبة عشان نشوف الفائدة البلد شنو? هس الان حصل التطبيع الفائدة شنو? ولا اي حاجة فائدة. لذلك الامامنا من كان بيتكلم عن ضد قضية التطبيع لانه كان بيتكلم عنده الرؤية ديك بتعطينا والله يا احي نحن نطبع ليه والقضية وقيمنا وتكلم عنها بصورة تختلف تتفق معه تحترم رأيه فيها. نحن محتاجين في واقع بلد الان قاعد تسيل فيه. اللغة الان الغالبة في البلد في كل اطراف البلد هي لغة القوة. هي لغة المخاشنة. هي لغة السنان. ما لغة ما لغة العقل الان. الان لو الولد دي اللغة السائدة فيها هي لغة العقل هي الحكمة الناس بيحكموا فيها العقل. اذا الناس بيغلبوا للمصلحة دي ما في مشكلة. لكن نحن الان مشكلتنا اننا الان ما غلبنا المصلحة. نحن طلعنا من مشروع بتاع حوار وطني مشروع الحوار الوطني مشروع كان جميل جدا. لكن مشا وين انضرب عرض الحائل. مشروع كان ممكن ينظر البلد. اذا عمل الناس اللي كان عملوا مشروع الحوار في ناس كان ينظروا للشيخ لانه قاعد وفي ناس كانت كده خايفين. وبتاع اول ما توفى الشيخ وانتهى مشروع الحوار انتهى لمحاصصات سياسية. انتهى لمحاصصات سياسية. مساعد رئيس هنا ووزير هنا ووزير هنا. اختصما سلطة وضع الحوار الوطني تضيع البلد بعدها. ولقى ما تلاقوا مزاته. ليه? لانه لو كان الشيخ قاعد حاضر مشروع الحوار الوطني ده. انا متأكد كان نهاياته ما بتكون بالشكل ده. ما كان النهايات بتكون بالشكل كان على الأقل النهايات بتاعت الحوار الوطني كان ممكن تنقذ البلد. كان ممكن تقدم لنا خارطة بتاع الطريق عشان نمرق نمشي بانا حبو ربيع. دقوا عرض الحايد بكل الكلام. الناس تدافعوا وتكلموا في قضية الحوار وبتاع في النهاية طلعت محاصصات. طلعت طلعت كلها كلام بتاع لا معنى له. ليه? لانه غاب غاب. باعتبار انه غاب العقل المكان. الان لنفس الفهم. قحتي ذي كان البيجماعة هو السيدة الصادقة المهدي ده. بحكمته بصبره بشعرة معاوية حقته بلينته برؤيته بأفقه لوحدة البلد كان بيجمع الناس. نحن نخشى الان بعد وفاة الصادقة المهدي ان المسألة البلد كلها تدفرتك. انه بعشوية الناس ما يلقوا صاحب العقل اللي يلجأوا له يقعدوا في الارض تحد الناس عشان يكون هو الحاكم هو الفيصل بينه الناس. اذا حصل صراح هنا. اذا حصل اشكالية هنا. اذا حصل خطأ هنا. اذا حصل الزول اللي عنده الصوت العاقل بتاع. ده نحن خايفين منه. نحن قلبنا لانه البلد يا اخوانا. انا ما بيتكلم لانه حزبي امه. ما لانه حزبي امه. اختلف معه انت بابا. لكن بتكلم عن عن الافخ بتاع البلد دي. نحن ده ايه الناس اللي وين? انا اللي عندما الناس يجي يقولوا صدق يوسف بقول ربنا ما يقتله. وربنا يشيه ليه? مش حبا في صدق يوسف. لكن بتعشم انه زول وصل التسعين سنة وهو ماشى على القبر. انه يطلع رؤية. انه يقول للناس خلاص كفاية تناحر. انه يخلي يخلي كلام يوحد الناس ويجمع الناس. مش حبا في صدق يوسف. لكن اتعشم في النزول وصل مرحلة من العلمة يغلب فيها صوت العقل ويقلب فيها صوت البلد دي ما بتتحمل. سودان دي ما بيتحمل. الناس وي اسمعوا الكلام دي ما بيتحمل. الكواريك والضجة والناس الجاة ديل ديل ديل. الله لا كسبهم خير اين ما حلوك. النوائح اللي بيطلعوا في الظروفة الحالية زي دي. البفرحوا بموزولوا وبشمتوا. وشاهدين ديل ديل ما بقدموا البلد دي حاجة. وديل لو ما غطسوا حاجة. البلد ما التمشي لها جدا. ولو الناس يستمعوا لون البلد ما التمشي لها جدا. لانه ديل ما عنده هون. ديل ما بهمهم. ديل ما عنده صوت عقل. ديل ما بهمهم انه والله البلد تحركت ولا تولحت. ما بهمهم. الخطيب ما بهمه. الشلة بتاعت الان قاعدة تدمر. ما بهمها. لانه دي في النهاية بتفكر انه السودان ده يا همه ترسو هي بالقوة. يا همه يتفرتك يتشاكل يتولع. عشان كده ما بهمها. عشان كده بتفرح لمن يموت الصادق. نحن ما نحن مش مش لانه مش 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 بنقولك لا لا. لكن لانه بنظر الله بنظرة تانية. بنظر الله بنظرة الزولة المشقة على البلد. بنظر الله بنظرة الزولة الهمه انه البلد دي ما تنفجر لانه عارفين انه انه عارفين انه انه الواقع بتاع البلد عارفين انه 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 واقعنا ما بيتحمل. واقعنا ما بيتحمل. الانصار دي هسه بيشوفهم ديال بيكتراتهم ديال زمان كان بيسمعوا كلام الصادق وتحت الصادق وكده وخلاص الامر ليه وكده. اذا لا قدر الله حصلت اشكاليات في البلد. الانصار اذا تفرتق ما في مصلحة البلد. مصلحة البلد انه تجمع الناس. في مصلحة البلد انه الكيان دي يكون متماسك متوحد. عشان يدفع في اطار الوحدة الكاملة. عشان ما نزيد اشكاليات تانية للبلد. نحن دي نظرتنا. نتكلم عن القضايا دي بالكلام ده. نحن نقول انه الحكومة تقوم بدورها وواجب الوطني. عشان تحافظ على وحدة البلد. عشان تحافظ على تماسك البلد. نحن نقول الحكومة ليه مانعت شيخ الزين وما تكلمت عنه. نحن نقول الحكومة ليه مانعت. عشان ما دانين تخلي شي في نفوس الناس. عشان ما تزيد غبنا الموجود. لانه الناس مشبعة. نحن نتكلم عن الصيد الصادق الماضي لانه عارفين عنده ناس وعنده ادباع وعنده ناس غيره. دانين الحكومة تحس انه البلد دي يا اخي متماسكة انه الحكومة دي بتمثل الناس كلهم. اذا انت تدعمل مع الصيد الصادق الماضي شريكك في الحكم كده ده ما شريكك. وشريك اصيل جدا في الحكم. وشريك واصيل جدا في مؤسسات الحكمة الان. انت بتتعامل مع الفهم ده. انت دارة تتعامل مع الاخرين كيف? تعاملك مع الاخرين هيكون كيف? هتتعامل مع الاخرين بنفس الطريقة. ولذلك يا اخوانا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم الصيد الصادق والله. واسأل الله سبحانه وتعالى انه ننور قبره. فقده فقد كبير جدا للبلد. لكن اسأل الله انه 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 زاته الانصار زاته الحادثة والشيء اللي حصلت للحزب وكده يتماسك الحزب. لانه هي ما خلاص. فيش كاليات. حتى حزب امينه عام ستين سنة ولا كم من فترة لا في في مشكلة في المؤسسات. في مشكلة في حيات زي دي. في صدمرة والناس يكون والله خلاص الشخص شخص واحد الناس ملتفين حوله. الولاء ما للفكرة. الولاء للشخص بتحصل اشكاليات كبيرة جدا. لكن الناس الله سبحانه وتعالى انه انه تمر الحادثة. الناس الصدمة بتاعتها. والله انه الامام اتفقد دي الناس الانصار يتجاوزوها. الحزب يرجع قوي. من مصلحتنا نحنا انه نقول نقول احزاب نقول يكون تكون هزي الاحزاب متماسكة الواقع السياسي بتاع البلد يكون متماسك له. لانه ده من مصلحة البلد. لانه ده بيحبس ليك الاحتقان. بيخفف ليك في في انك انت في المرحلة الان موجود فيها البلد. المرحلة الصعبة والمرحلة الحرية بمرباء البلدي. وحدة الانصار ووحدة الحزب ووحدة الشعب ووحدة الامة مهم جدا. ليه مهم? عشان نتجاوز هذه الساعات. لان احنا ازمة حزب الامة ما بتأثر على حزب الامة براه. ستؤثر على السودان كله. ازمة حزب الامة ستنعكس على الواقع السياسي بتاع البلد. سيتأثر بها ناس الوسط وناس الشرق وناس الغريب وغير وغيره. سيتأثر بها الحزب. كل الحزاب السياسية. لكن ازا ازا اتجاوز الناس هذه المرحلة. ازا اتجاوز الحزب هذه المرحلة وخرج من المرحلة دي قوي. ده انتصار للعمل السياسي انتصار لوحدة البلد انتصار لتماسك البلد لأنه نحن ما دارينا البلد دي نزيد عليها الجراح نحن محتاجين زول يجي يكلمنا قدر ما الخطوب دي شاء يكلمنا انه والله الوحدة هي الخيار يكلمنا انه الحلول كلها حلول البلد دي ما بتطلع من اطار انه نجلس الارض ونتفق حول برنامج وطني وحول قيم وطنية وحول مبادئ تحفظ السودان وتأمن امنه وتأمن وحدته وتحفظ له سلامته اي زول بيقول كلام غير كده ما تسمعوا لي اي زول الآن بيفتكر انه الناس الوهمانين اللي بيفتكروا انه والله موت الصادق ممكن يصف في مصلحتهم اقول له ما بصف في مصلحتكم ولا بصف في مصلحت البلد ولذلك خلونا نفكر خلونا نفكر من هذا الاتجاه خلونا يا اخي يا اخي لان احنا كلنا كده ما نجعل الحادثة دي الموت ده ما عبرة هو اذا الناس ما اعتبروا بالموت يعتبروا باشنه اذا الناس ما اعتبروا بالموت اذا ما اعتبروا بالموت اذا الموت ده ما بيقى عزة للناس اذا ما بيقى عبرة للناس اذا حادثة زي دي ما وحدث البلد اذا حادثة زي دي ما خلت الناس يتلموا وخلت الناس يبقى هدفهم الاساسي انه يتجاوزوها بوحدة او شمل واوسح يبقى الفايدة شنو؟ الفايدة شنو من نشمت في الموت هنستفيد شنو؟ قصيت الزولة الشميتة في الموت استفيدت شنو؟ سوال استفيدت شنو؟ ما انت بكرة هتموت ومحتاج لدعاء الاخرين؟ محتاج لدعاء الاخرين؟ لشن كده الرسول صلى الله سلم في الاسر قال زا ما يعني لما يتكلم عن الميت وقال يقرأوا لميتاكم يا سين او لميتكم يا سين فانه يصال الان يعني ده اللي يدعو له ادعو لميتكم يدعو له صلوا عليه ادعو له بالرحمة هذي كلها تخفف عنه ليه الناس بصلوا عليك انت كميت ليه بصلوا عليك ليه بيدعو ليه بيدعو عليك انت ميت ليه ليه بيدعو لك اللهم اخفر له وارحمه واغصله بالماء والسرج ونقيمه ليه ليه الناس بصلوا عليك عشان ربنا يرحمك انت تجيزاتك تقول له والله يا اخي تشمت لك في موتزول ولا في ولا في حق يا اخوان الكلام ده عيب والله عيب والله لا يشبه قيمة الشعب والسعود والحمد لله الحمد لله ان الاشياء ده بتحصل عشان الناس يستبينوا ليميز الله الخبس من الطيب عشان ربنا ذاته عشان ربنا ذاته يميز الخبس من الطيب عشان الناس ذاته يعرفه نحن عبر تاريخنا الممتد بتاع السودان ده ما حصل اجتمعنا السودان نختلف والله نختلف نشاكل اي حاجة لكن يقول فلان مات بتلقى السودان ده كله ويجف يا الجنائز دي كانت تجمع الناس كله على مستوى السودان ده كله بغض النظر هو شوعي اسلامي بعصي ناصري اشنو يقول فلان مات تلقى الجمع الناس كله يتلاقوا الاسلاميين اخسى الاسلاميين لا اخسى اليسارين يتلاقوا في وفاة فاطر احمد ابراهيم لانو شوائين مع انو الاخلاق طردوا قالوا ما دايرين طردوا جزء من الاسلاميين الجوني انو ما مين كيام السوداني ولا رغم انو فاطر احمد ابراهيم دي جابت جنازة الانغاز زاته هم ديل جدعاه هنا في كير هوم هنا كانت للبيوت بتاع المسنين والرعاية المسنة ديل بيجيبوك بيخدتوك جدعوها الحزب جدعا ولا اشتغل بها ولا جاب لا خبر ولا اشتغل بها لانو خلاص لو منطقة كبيرة الدولة هنا ازا مافي زول في بيوت عاملات دولة للرعاية بيخدتوك زول بيخدتوك ازا ما عندك ولد الانجليز دا كلهم بيجيبوها ابهات والأمهات بيخدتوك طبعا انجليز ما النسبة لهما عيب. ما عيب. اي يزول الابو والجد جد جد والحفيد كله بشيل ابوه وامه بعد يصل تمانين سنة يصل مرحلة معينة حتى كان وصل السبعين سنة خلاص بيقى عاجز ما شغال ما منتج. بشيله بيوديه بيخده في الكيرهوم بيسلمه لنا سكيهم. هو ثاني يجي يزوره في السنة مرة. يزوره في الشهر مرة. ما ما دي ما فارقة معهم. يعني ما عندنا الوشايج والعلاقات الطيبة. شاله جدعاه في كيرهوم هنا. المسكينة وفت في الكيرهوم هنا. شالت الانغاز بطيارة. شالت الانغاز بطيارة. لانه تعاملت كدولة. انت احيانا بتتعامل كدولة بغض النظر تختلف مع زول تتفك. شاله بطيارة ودوها فاطم حمد ابراهيم. ودفنت وجوش وعندل بعد ذلك يشاكلوا وجوه الناس حتى الناس التكاليب بتاع عمله. نفس الشي نقود. نفس الشي يعني بتجمع الناس يا اخواننا. بتجمع الناس. نحن نشوف النوع. شوف شوف اشان انا دار اوريك نحن قيمنا. شوف الخلاف الكام بين الاسلاميين والشوعين. شوف الخلاف. شوف الخلاف بين الانغاز والشوعين. رغم انه مشوا وعملوا الحصار ورفعوا الحصار وفرضوا الحصار على السودان وخطوا السودان تحت الدائرة الارهاب والمنظوات. كلامنا كله عمله. فاطم احمد ابراهيم دي تعتبر واحدة من رموز الحزب الشوعي. بيعتبروها اول امرأة ناضلت ما بعرف. جابت حقوها المرأة ورئيسة الاتحاد النساء السوداني واول مرة في. يعني سيرة كده نما انتقر السي في حقها بيعتبروها من كبار المناظلين حقنا. والله يخلاهم ماتت في كيها هوني. لا رعوها ولا اشتغلوا بها ولا ولا جابوا خبرها ولا حتى هببوا ناحيتها. نما انشالت الانغاز ودتها بطيارة خاصة ودفنها جو شوعين يا كوركو. يا فاطنا احمد ابراهيم ما هم بتاعين شعارات اصا. شوعين دا لسا متاعين شعارات. اكتر ناس يجيدوا الشعارات والبكاء على الشعارات هم الشعارين يا فاطنا احمد ويا فاطنا حقق ما راح ويا فاطنا يا كي دغرية ويا فاطنا داكي شعارات يا زولة شوعين دا القي ومن خرطوم دي بعدها. وهي كانت مرمية هنا. مات كانت مرمية هنا. مرمية في هنا. دستة اي ازول يعرفها في لما انتسال منا اي ازول بوريك فاطنا حقا احمد ابراهيم شعارات. لما انجو الناس الشالوة بطيارة جابوها وفي البلد. جو هتفوا ضدهم طردون. بعد دا استخدموا ضدهم بمبان ولا جابوا لهم شرطة ولا سولين ولا عملوا لهم. ما عملونا انده كله. ما شو خلوه? انا دا اوريك انه نحن نحن كسودانين. نحن كسودانين عندنا نخوة. عندنا اشياء يتميزنا بها. يجب اننا نحافظ عليها ويجب على الجلدين نحافظ عليها. يجب انه يجب انه يجب انه الشوعين والعلماء اليسارين دا ما ينسونا قيمنا يا اخوانا. ما ينسونا قيمنا. اي الانقاذ ظلمة الناس. والصادق ظلم الناس. كله انا معك. فواحد يموتا قال والله عبدالنبي ما بعرف منو بتاع دارفور دا جدارين يجيبوه يتفنو في الجوبة الصادق رفض برضو اي. معك. ما? كله معك. في ناس زعلانين والله دكتور خليلنا ما نخش الخرطوم الصادق مش عب. كله معك. لكن بعد دا. بعد دا. بعد دا. نحن كسودانين عندنا قيم مفروض ما ننسع. عشان نحافظ عليها. الافرح بتجمعنا. الافرح السليل في السودان دا الافرح بتجمعنا. كلنا. تمشي تلقى اخصى اليمين اللي اخصى ليسار جحدينا في السيار. ودي الميزة اللي امتازنا بقنا نحن. الاكره بتجمعنا كلنا كده. فما يجي دا للصعاليك دي شو الزازة الافاق دي لما بيعرفوا قيم ولا بيعرفوا اخلاق ولا بيعرفوا قيم الشعب ولا بيعرفوا لانك انت اختلفت سياسيا مع الزوق. لانك انت عندك خلاف سياسي مع الصادق. ما 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 تنسينا قيمنا. لان دي دي الحاجة اللي بتميزنا. اذا نحن انتهينا من دي تاني ما افضل لنا شيء. اذا دسنا على القيم والتواصل والاخلاق بيناتنا والترابط الاتماعي بيناتنا والوشاية الاتماعية بيناتنا دي اذا دسنا عليها لمصلحة هؤلاء. نحن تاني ما افضل لنا شيء. نحن ذاتنا كبلد. دي عمواننا. دي قيمنا. الحق دي دا بتعامل وبعض الناس دي يجب انه ننسى. دي الحق نطلعهم برا زاكرة التاريخ. لا نشتغل لانه هما دايين سوق الناس للمنحنة دايين سوق الناس انه والله عشان الناس يمشوا. عشان تعلو الاصوات النشاز دي فوصا. لكن الناس يجب انه يحاربوا. عشان نظل شعب. عشان نظل شعب بقيمنا باخلاقنا بسماحتنا اللي اتعرفنا بيها. اي نختلف في اي قضايا الاولى اننا والله نتكلم عن تفعيل القضاء يكون في قانون يكون في قضاء الزول عنده جريمة الزول عنده ظلم. يمشي المحكمة. يمشي يشتكي. يمشي يجيب حقه. يمشي يجيب حقه بالقانون. يمشي يجيب دا كله نحنا معه. فعلوا آليات القضاء. فعلوا القانون. ابن دولة بتاعت قانون. ابن دولة بتاعت مؤسسات. خليها تحاكم الناس. اذا في زول ثبت انه مجرم وهو ميد بتحاكم. القانون ده ما يتبحاكمه لك. وبيرد الاحتبار لي اصحاب الحق. وبدي اصحاب الحق حقه. لكن كون انا بس نمشي في اطار اننا والله عشان ننبز الناس وننبش الناس. الكلام ده يجب اننا نرفضه نقف ضده. لانه ده مش الجامعة لاجبه السورة. ولا الشي البجبه اخلاقنا نحن كسودانيين. ولا الشي البجبه وصول الشعب. اصلى الله سبحانه وتعالى انه يرحم الصيد الصادق المالي. واصلى الله سبحانه وتعالى انه يرحم كل موتى المسلمين. اصلى الله ربنا يرحمه. اصلى الله سبحانه وتعالى انه البلد دي ربنا يحفظها. يعني ربنا يحفظ البلد دي. انا اصلى الله سبحانه وتعالى انه يحفظ السودان ويحفظ اهل السودان. لانه المخطط كبير اخوانا والله البلد دي يعني يرادبها الشر كبير جدا. فانا اصلى الله انه ربنا يحفظ البلد. هنجي نتكلم عنه ان شاء الله في لايف تاني مشيت الصادق وليه مشى. دي هاسي ما انا نتكلم فيها زي ما قلت قبله في بضاية الله. عشان ما نفتح الجراح في وقت ما 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 مطلوب ان انا نتكلم فيه. الزون لسه ما ندفن. جناسته لسه ما وصلت. خلوه يجي ويتفنوا. بعدين ينتهي العزاء. نجي نتكلم. في عتاب كتير وفي صوت كتير جدا. انا يتكلم عني. لانه المسالة دي قد تكون فيها اشياء كتيرة جدا. لكن لحد الوقت دا كان وصلى الله سبحانه وتعالى انه ربنا يرحمه. ويغفر له. ويسكن الجنة. ان كان محسن يزيد في حسناته وان كان مسي يتجاوز زيئاته. اسأل الله سبحانه وتعالى انه ربنا ينور قبره. اسأل الله ربنا يجعل قبله روضة من رياضة الجنة. اسأل الله ربنا يغفر له كل موتى المسلمين شيخ نورين. كل موتى المسلمين. اسأل الله ربنا يغفر له. والاحياء منه ربنا يغفر له. ونحنا ذاتنا كموتنا الليلة ولا موتنا بكرة ولا абатنا بعد بكرة اسأل الله سبحانه وتعالى انو ربنا ذاتنا يميتنا على الدين ويرميتنا ويغفر لنا ويرحمنا اصلا الله الرحمة لكل الناس يسمعنا وهي يسمعنا كلامنا ده اضعو لفاجة المي ده اضعو له الان افضل الى ربه الان هو بين يدي الله الان المحكمة عند الله سبحانه وتعالى انت اضعي له عشان بعدين كنت لما تموت محتاج المزول يد عليك. انا محتاج لما اموت تلقى زول يد عليك. وين تزاعتك اللي بتسمعني ده? لما تموت محتاج تلقى زول يد عليك. ادعو لهم بالرحمة. عندك حاجة عنده سامح. سامح يا اخي. ليه ما نسامح? حتى لو تقدر تسامح سامح يا اخي. الكاظمين الغيزة والعافينة عن الناس. والله يحب المحسن. يا اخي اصفح. سامح. سامح. ما ربنا ده لما انت سامح ربنا بسامح لك. ربنا بيضاعف لك اجربة هنا بشيل هنا. ليه نحن نشيل? ليه? ليه الحقد ده كله? ليه? ليه? ليه الحقد ده كله? ليه? ليه نحن شايلين تجاهبا? ليه? ليه ما السامح وسامح اخوك? ادعي له. قول اللهم اغفر له. ادعي له. يا اخي دعوةك دي والله يمكن ربنا يستجيب. ربنا ممكن يستجيب. ممكن انت هس تدعي كده في صلاتك كده رب رجل اشعس اغبر لو اقصم على الله الى وبره الله. ات الدعوة دي ما بتعرفة. ما 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 بتعرفة. يا اخي ادعي له يمكن ربنا يتقبل منك. يمكن ربنا يفك منه كربة. يمكن ربنا بدعاء ده يفك منه. يا اخي ادعي له. خلونا البلد في المناسبة الناس اذا ما تعلموا التسامح ما ابتنش اليه جدا. بنزعل كلنا بشرة. عايب نزعل. لكن لازم نسامح. الموت ما فيه استهزاء. ما فيه استهزاء لانه ما فيه زول ما في زول ما في زول في الدنيا دي خالد. ما في زول ربنا بيخلده. ما في زول ربنا كده خطيه في الخلود. بعد خمسين سنة من الليلة ما بتلقى اغلب الناس يستقعدين في السودان ديال ما بتلقى. حزي سنة الحياة كده الناس ماشية دورة الحياة كده ماشية كده كله ما في زول عايش. عشان ما تقول تفرح انه والله فلان ماتوا تدعي له وصوه له وعمل له وعمل له. لانك انت ذاتك محتاج في يوم من الايام. انت ذاتك نما تموت بتجي مرحل محتاج انت ذاتك زول يا سامحك. لكن قدم السبت عشان تلقى اللا حد. قدم 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 الليلة قدم قدم حاجة الليلة عشان تلقاها بكرة. التسامح ده الوحيدة اللي ببني لينا بلدنا ايه. ازا ما تسامحنا ازا ما اصافينا النفوسنا دي. ازا ما تجاوزنا عن الكلام الوسخ ده. والله ان شاء الله. ان شاء الله. نحنا والله ما. نحنا ما. نحنا ندعي بس. نقول الله يغفر لي كل موتى المسلمين. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يتولاهم برحمته. ربنا يغفر ليهن. ربنا يعزبن. هذا متروك لله سبحانه وتعالى. لكن نحنا كبشر نعمل لي لانه محتاجين. انا ذاتي محتاج وانت محتاج. وكلنا هنحتاج. لانه كلنا هنموت. الدورة بتاعت الحياة دي ماشا كده. الدورة بتاعت الموت دي كده. ما في زول خالد. ربنا عشان كده بقول لا فهم الخالدون. ما في زول خالد في الدنيا. ما في زول البيع خلت فيها. شو كده الله قال. وما تدري نفسهم. ماذا تكسب وما تدري نفسهم باي عرض انت موت. ما بتعرف زاته انت هسي ميت ولا تموت بكرة ولا تحية هسي ولا ممكن ما تصبح ولا بكرة. ما بتعرف. لا انا بعرف ولا انت بتعرف. لكن خلونا نسامح بعض. خلونا نعلي من قيمة التسامح بياناتنا كده. لا نضي صفتنا لكن الشي الان بيحصل ده ما حقنا. الوسخة الهسي بتقال ده ما حقنا. دي ما صفاتنا. دي ما صفاتنا. الوسخة الهسي بتكلم في الميديا وسب على الاموات والدعاء على الاموات ده دي ما صفات السوداني. الزول اللي قيتوا بعمل كده ده ما سوداني. والله ما صفاتنا. هقولte لك يا Really. ايه اللي قيت بتكلم انو والله بسب الاموت والبشمت في الاموات و luônه اذا بصوداني انو راجح سودانيته لانو السودانية ما اسم سودانية قيم سودانية اخلق اذا انت جرت من دي انت وسوداني، ماسوداني، أصال الله سبحانه وتعالى الربنا وع Powderhof الصgemق. أصال الله سبحانه وتعالى انو ربنا يلحم كل الاموات كل الاموات تحت الارض والله يشو صدق صدق يوسف ربنا يشو وعمك المرغني ربنا يشو وايزوا المريض في البلد دي ربنا يشو وربنا يستحل البلد ان شاء الله حد ما نتلاقى في لايك تاني شو فتهم لها